السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في البيوت وفي حظر بعدم النزول والكلام ده فاحنا هنعمل حاجة من عندك في البيت مش هتتعب فيها مش هتكلفك اي حاجة وهي البطاطس بالصيدية ايه ده في بطاطس بالصيدية ايوة كل حاجة بتتعمل كل حاجة موجودة تقدر يتفكري تقدر يتبتكري اكلة جديدة نهاردة هنعمل رز وبطاطس صيدية مع بعض هتقدميها مع السلطة تقدميها مع المخلل تقدميها مع اي حاجة نفسك فيها انا هنا كان عندي كمية بطاطس باقية من وسط الخضار اطعطها والتقطيع هيكون مكعبات وسط بلاش مكعبات كبيرة عشان ما تاخدش وقت في السواء معاك في نفس الوقت ما تكونش مكعبات صغيرة قوي عشان ما تتهريش منك كده كده البطاطس هتستوي مع الرز ومع المية كمان لما تغلي معها فلازم نقطعها تقطيع وسط وانا مش هكتر رز عليها لان كمية البطاطس هتكفي للرز خلي الرز دايما يكون اكتر منها مقدر الرز اللي هتحطيه على البطاطس يعني مثلا انا عملت حوالي ست بطاطسات او سبعة يعني بطاطس صغيرة رمس كبيرة فاما اطعطها مكعبات كان مثلا ممكن تعمليها على كيلو رز او اقل حاجة بسيطة او اربع او تلات كبات على حسب ما انت عايزة برضو دي حاجة راجعة للعدد الافراد اللي انت هتقدميها بنيجي بقى على النار هنا بقطع بصلة كبيرة ان هي تتحمر كأنك بتحمري صيادية بالضبط تحمري صيادية بالضبط ولازم البصلة تديكي اللون الدهبي اللي انت عايزة فيه يعني ممكن تعملي الصيادية تطلع معاك فتحة او تعمليها تطلع غمقه زي ما تحبي يعني هنتديها اللون اللي هو على هواكي انت بس ما تخليهاش فتحة قوي عشان ما يطلعش معاك الرز فاتح خلي الصيادية تدي اللون عشان تديك اللون والريحة بتاعتها الحلوة هيا هيا بتبدأ ان هي لونها بيغمقه وبتبدأ شديني الدرجة اللي انا عايزاها استنى عليها بردو شوية طيب انا هنا بقلنا بس اخدتش بالي ان الكاميرا كانت فاصلت مني اول ما بدأت ان هي تديني اللون يدوب كبت عليها ميا مغلية مقدار اللي انا عايزاها بردو بس انا ما اكترتش حطيت يدوب ميا مع طمطمتين متقطعشة رايح وكبشة جزر مبشور الجزر المبشور على الميا بحيس ان هي يديكي لون والصيادية حلوة خلاص تطلعسي معاكي بالغمقان ولا كانها حاجة محروقة اول حاجة هاجي بعد كده هسيبها تغلي يعني هحط الميا والجزر والطماطم المبشورة دي تغلي مع بعض على النار عند الغليان هبدأ اضيف الملح بتاعي وهضيف فلفل اصمر عليها ومجرد ما بتغلي اول ما هتغلي هنعمل ايه هنرمي البطاطس اللي احنا كنا مقطعينها مكعبات هنصفيها من الميا ونحطها في الحلة تغلي هنسيبها ونغطيها شوية لغاية لما البطاطس توصل لمرحلة ان هي بدأت تستوي وبدأت ان انا اجربها بالمعلقة ان هي تتكسر بالمعلقة كده مش عايزها تبقى مهارية خالص انا كل اللي انا عايزها ان هي تتقسم معايا بالمعلقة يعني بمرونة مش تتهرس معايا اول ما مسكها مجرد ما توصل للمرحلة دي هتبدأي تضيفي الرز اللي انت غسلها المقدار اللي انت عايزة تحطي عليها وما تنسيش ان انت تدوقي الملح بتاعها يعني اذا كنت عايزة تحطي ملح تاني ولا لان انت لما بتحطي بتدوقي حطي الملح والفلفل اصمر في المية وهي بتغلي هتدوقي تلاقيها طعم محلو بعد ما بتحطي الرز هيبقى يا محتاجة تاني رز يا اما محتاجة تاني ملح بعد ما بتحطي الرز هتدوقيها تاني اذا كنت عايزة تحطي ولا لا طبعا البطاطسية خلاص انا لقيتها ان هي الريديا هي بتتقسم معايا وديتني اللون ده فهبدأ ان انا اضيف الرز طبعا الرز انا غسلية ومصفية وهبدأ ان انا اقلبها مع بعض وهدوق الحط بتاعها هيطلع ازاي وهقلبها وهاغطيها اهم حاجة ان هي هتتغطى بعد ما تتغطى خلاص هتغلي تاني بعد ما هتغلي وتتأكد ان هي خلاص بدأت تمتص المية بتاعتها وبدأ الرز يشرب بالمية وخلي بالك ان الرز اللي انا بعملها دي فيه رز بيشرب المية وفيه رز مش بيشرب يعني فيه رز بنقول عليه بيربي يعني يبقى محتاج مية كتير فانت اللي هتعرفي كده من خلال الرزاية اللي انت بتطبخيها بس غالبا بتقيسي بمعايار المعلقة وبتدقي بتحط المعلقة في نص الحلة كده وبتشوفي المية واذا كانت مغطية طرف نهاية المعلقة من تحت ولا لا بغطيها ومجرد مل الرز بيمتص المية بتاعته هبدأ ان انا اروح مدياله تقليبة بحيث ان هو اي مية في الجناب اي زوايدي تساوي معايا كده وقديله تقليبة وسويه واغطيه كويس ممكن تمان تغطيه بالسلفر عشان لو فيه بخار او اي حاجة يسويلك الرز في وقت او الكيس الستريتش ده الستريتش الشفاف الابيض تغلي فيه به لو الحل عندك محكمة الغلق خلاص اكتفي بذلك وهيستوي معاياك على نار هدية في النهاية دي كانت تفاصيل وجبتنا الجميلة البسيطة المتعودة عن نهاردة اتمنى ان هي تنردهاكم وتنفزوها وفي انتظاركم وممتادكم وتعليقاتكم الجميلة ما تنسوش تدعمونا باللايك والشير وسبسكرايب لو اول مرة ترفونا تحياتي لكم قناة مامة علي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته